بهذه الملابس الغريبة هو بهذه الأدوات العجيبة أستطيع أن أغضع الناس وأحصل على ما أريد منهم من؟ من بالباب؟ هذا أنا يا صديقي لدي أخبار طيبة لك أدخل أدخل بسرعة أيها الرجل لقد هيأت لك كل شيء وأقنعت أهل القرية بقدراتك المذهلة وأنك تعرف الماضي والحاضر بنظرة واحدة إلى هذه الكرة البلورية العجيبة هي لك من داهية لكن كن على حذر دائما فلا ينبغي لأحد أن يعلم شيئا عن العلاقة التي بيننا وإلا فسد تدبيرنا وضع كل شيء لا تخف لا تخف فقد رتبت كل شيء واخترت لك منزلا لتسكن فيه وجهزت لك الحجرة التي ستقابل الناس فيها وقد صنعت بابا سريا لأدخل عليك دون أن يراني أحد ثم عليك أن تخبرني بقصة كل واحد من هؤلاء القوم قبل أن يدخل علي ألم أقول لكم إنه رجل عجيب يستطيع بنظرة واحدة إلى أحدكم أن يعرف كل شيء عنه لقد أرشدني سابقا إلى مكان اللصوص الذين سرقوا بقرتي عجيب قل لي يا حمدان لما جئت إلى هنا لدي كمية من النقود وأنا متردد هل أشتري بها دارا جديدة أم أشتري أرضا أزرعها وأريد أن أعرف أيهما خير لي الرجل الذي سيدخل عليك اسمه حمدان وهو حائر بين شراء دار أو قطعة من أرض سوف أخلصه من حيرته وأستولي على تلك النقود التي تحيره سوف أخيره يا له من أمر عجيب إن هذا الرجل يعرف عني كل شيء يا قوم يا قوم أفيقوا أيها الناس كيف تعتقدون أن ذلك الرجل يعلم الغيب اتقوا الله اتقوا الله فإنه لا يعلم الغيب إلا الله الله وحده إن هذا الرجل عراف دجال شرير لقد أخبرني بالفعل عن أشياء تخصني ولا يعرفها أحد غيري كيف تقول هذا في حق ذلك الرجل المبارك الطيب لا بد أن هناك من يساعده ويمده بأخباركم وأسراركم يبدو أنك لا تريد لنا الخير قريبا قريبا سوف تعرفون الحقيقة بأنفسكم لماذا تريدنا أن ندخل جميعا عليه في خلوته انتظر حتى يدخل أحدنا عليه لينبه فربما كان نائما أو مجهولا لن نستغرق وقتا طويلا هيا دخلوا معي أنا أحد أبناء هذه القرية وقد سمعت عنك أخبارا عجيبة وأريد أن أتزوج امرأة من أهل القرية اسمها زينب وأبوها كان مؤذن المسجد الكبير بالقرية فهل تنصحني بإتمام الزواج لا 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 تتزوج من هذه المرأة فهي الشؤم عليك فإنك إن تزوجتها فسوف تموت بعد ثلاثة أيام هكذا الحمد لله لقد ظهر الحق إن المرأة التي حدثتك عنها قد تزوجتها منذ أكثر من ثلاثين عاما وأنجبت منها خمسة أولاد أيها الناس هل رأيتم بأنفسكم سمحنا أيها الشيخ الطيب فقد أخطأنا في حقك ولم نستمع لنصحك حقا إنه لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون